أذكركم أن تخلصوا نية لله تبارك وتعالى في حضور مجلس العلم وأن تنوا الاعتكاف تقربا إلى الله ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع معناه المسلم الذي يخرج ليطلب علم الدين يكون في ثواب في سبيل الله أي في ثواب طالما هو في خروجه هذا يكون في ثواب يكون مثابا حتى يرجع معناه حتى يرجع إلى المكان الذي خرج منه خرج من بيته طالبا علم الدين تقربا إلى الله تعالى مخلصا في نيته لله فيكون مثابا طالما هو كذلك على هذا الحال حتى يكون رجع إلى المكان الذي خرج منه وهذا دليل على فضل علم الدين عند الله تبارك وتعالى حتى إن الملائكة الذين لهم سير في الطرقات هؤلاء إذا صادفوا طالب العلم وهو خارج ليطلب علم الدين من حسن حاله ولأنه مرضي عن فعله يتواضعون له حين يلقون هذا الشخص هذا الإنسان المسلم الذي خرج ليطلب العلم العلم يتواضعون له وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع هؤلاء الملائكة من شأنهم أن سيرهم قوي فإذا لقوا هذا الذي هو خارج في طلب العلم يخففون من سيرهم يتواضعون له لأن الله تعالى يحب خروجه هذا عمله هذا الله تعالى يحبه وتوجد ملائكة من ملائكة الرحمة هؤلاء وظيفتهم أنهم يدورون يبحثون عن المجالس التي فيها ذكر الله تعالى ومجلس العلم فيه ذكر الله تعالى أليس يقول المدرس قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملائكة هذه وظيفتهم يبحثون عن هذه المجالس عن مجالس الذكر فإذا لقوا هذا المجلس ناد بعضهم بعضا أنهلموا قد وجدتم بغيتكم فيأتي الملائكة ويحفون الحاضرين بأجنحتهم الذين هم حاضرون في مجلس العلم ملائكة الرحمة هؤلاء يحفونهم فيحصل لهم من الخيرات والبركات ما شاء الله تعالى أن يحصل لهم في الزمان الماضي الناس كان لهم عناية أكثر من أهل هذا الزمان بحضور مجالس علم الدين حتى إنهم كانوا يأتون بأطفالهم الذين لا يحصلوا منهم تشويش على مجلس العلم يأتون بهم إلى مجالس إملاء الحديث كان في الماضي يوجد مجالس لإملاء الحديث مجلس لإملاء صحيح البخاري مجلس لإملاء صحيح مسلم مجلس لإملاء بقية الكتب المعروفة كالترمذي وابن ماجا وابن حبان وغيرها فيأتي الطلبة الذين يريدون أن يسمعوا هذا الحديث الشخص الذي يحفظ يجلس عند العالم الذي هو حافظ لهذه الأحاديث ثم يقرأ عليه يقول له ما سمعت منك ثم يتلو هذه الأحاديث التي تلقاها من هذا العالم الصغار الذين هم بعض صغار في الصن أهاليهم كانوا يأتون بهم إلى حضور هذه المجالس لأجل بركة هذا المجلس وإن كانوا بعد ما وصلوا إلى حد أن يفقه ما يلقى من الحديث في المجلس لكن لينالوا بركة هذه المجالس الناس في الماضي كان عندهم همة أقوى من أهل هذا الزمن لحضور مجالس العلم ولتحصيل علم الدين ولمذاكرة علم الدين وكان لهم عناية بهذا العلم ليس كأكثر أهل هذا الزمان رمضان كان يكون عند المسلمين موسما لزيادة الخيرات لزيادة الطاعات لزيادة الصدقات لزيادة الإحسان لزيادة العلم هكذا كان العبادة في رمضان فضلها زائد والقيام في رمضان فضله زائد العبادة لها فضل في رمضان وفي غير رمضان وقيام الليل له فضل فيه ثواب فيه أجر في رمضان وفي غير رمضان لكن في رمضان الفضل زائد هذا العمل يكون ما يحصله الشخص منه أزيد مما هو في غير هذا الشهر فيكون للمسلمين مزيد عناية بالعبادة وبالطاعة وبالصدقة وبحضور مجالس العلم في رمضان الآن قبل رمضان الناس في أي شيء يتحدثون ما هي المسلسلات التي ستعرض في رمضان يتحدثون في هذا ويخبر بعضهم بعضا في القناة الفلانية سيعرضوا كذا فيسأل بعضهم بعضا من هو البطل في هذا المسلسل فيقولون فلانة أو فلان حتى يحمس بعضهم بعضا لحضور هذه المسلسلات هذه المسلسلات فيها رواية البخاري فيها رواية مسلم فيها علم الدين الضروري ما فيها كل هذا ما فيها ماذا فيها أولا فيها مضيعة الوقت أولا ثم تعرفون ما فيها في الغالب من الفساد ومن المخالفات للدين من كلام وأفعال تحصل في هذه المسلسلات ومن دعوة للحرام لفعل الفواحش لفعل القبائح لفعل الرذائل ومع ذلك ترى كثيرا من المسلمين في هذا الوقت في هذا يتنافسون وفي هذا يتكلمون يتحدثون بدل أن يقبلوا على مجلس علم الدين بل بدل أن يحدث بعضهم بعضا يوجد مجلس في مكان كذا فلنحضر هذا المجلس ولنأتي بقلم ودفتر حتى نكتب ما نسمع حتى لا يفوتنا هذا الخير العظيم بمثل هذا يشتغلون وهذا لا شك أنه لا خير فيه هذا الذي يشتغلون به لا شك أنه لا خير فيه فأنتم كونوا من الذين يريدون طريق الفلاح والنجاح والفوز الذين يريدون الدرجات العالية هذه الدرجات العالية لا تدرك بالكسل ولا تدرك بكثرة الأكل ولا تدرك بكثرة الكلام الذي لا خير فيه إنما بالجد والتعب وحضور مجالس علم الدين ومذاكرة هذا العلم والقيام بالصلوات والقيام بالأذكار جاء رجل كبير في السن يمكن عمره نحو ثمانين أو أكثر إلى شيخنا المؤلف الشيخ عبد الله رحمه الله فقال له يا شيخي أعطني وظيفة يعني أعطني شيئا حتى ألتزمه حتى أعمل به فقال له الشيخ عبد الله رحمه الله كل يوم تذكر اثنتي عشرة ألف تهليلة وهو رجل كبير فقال لا يا شيخي أنا لا أتحمل هذا هذا كثير قال له بلى تتحمل فصار يرجوه قال له أنا لا أتحمل انقص لي من هذا العدد قال إذن تذكر ستة ألاف قال لا يا شيخي كثير قال له لا 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 هذا الشخص الذي يريد الترقية في الدرجات لابد أن يتعب في طاعة الله حتى يحصل على الدرجات العالية يقول شيخنا رحمه الله وارد الطريقة للمبتدئين وارد الطريقة الرفاعية هذا للمبتدئين أما السالك الذي يريد السلوك يبدأ بعشرة آلاف تهليلة أو اثنتين عشرة ألف تهليلة يبدأ بذلك يبدأ بالعشرة آلاف باثنتين عشرة ألف تهليلة يبدأ بذلك ما معنى السالك يعني الذي يريد أن يمشي في طريق الوصول للولاية هذا السالك كلنا كل واحد منكم لا أشك في قلبي أنه يحب أن يصير ولياً لكن كيف يصير الشخص ولياً بتمني الولاية لا لا يصل للولاية بتمني الولاية أحد مشايخ شيخنا رحمه الله كان يردد هذا البيت الذي هو مشهور عند بعض العلماء تمنيت أن تمسي فقيهاً مناظراً بغير عناء والجنون فنونه يعني أنت تتمنى أن تصل إلى درجة الفقهاء أن تصير فقيهاً تناظر في العلم بغير عناء بغير تعب قال والجنون فنونه يعني الجنون أشكال وألوان كيف يصل الشخص أن يصير فقيهاً مناظراً في العلم بلا تعب دون أن يجتهد دون أن يتعب في الوصول للوصول إلى ذلك دون أن يسعى بجد للوصول إلى ذلك فالشخص الذي اختار سلك طريقة الراحة وترك طريقة الجد والاجتهاد للوصول إلى الدرجات العالية لا يصل لا يصل مهما صاحب المشايخ مهما صار يتفكه بذكر المشايخ وقصص المشايخ وقصص الصوفية لا يصل إلى الدرجات العالية إلا بالتعب إلا بالجد والاجتهاد لذلك أمور الدنيا الشخص إذا أراد أن يبلغ في أمور الدنيا مبلغاً يصل إلى ذلك دون أن يتعب عادةً لا يتعب ويسهر الليالي ويسافر بعض الناس يسافر في كل أسبوع مرة لأي شيء ليس لتحصيل البخاري ومسلم والفقه لا لأجل تحصيل المال وهو يقول في نفسه ما أحلى هذا التعب حتى أصل لمراده إذا إنسان سعى وجدى وتعب لتحصيل الدرجة العالية للوصول للولاية هذا أحسن من كل كنوز الدنيا وأحسن من كل جواهر الدنيا لكن من شاء الله تعالى له أن يصل إلى ذلك يصل ومن لم يشأ الله تعالى له أن يصل إلى ذلك لا يصل هذه الدنيا فيها أسباب ومسببات هم لا يشتغلون بهذه الأسباب فكيف يصلون إلى تلك الدرجات لا يصل الإنسان الجاهل لا يصير من أولياء الله هذه قاعدة الإنسان الجاهل لا يصير وليا لله لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ما اتخذ الله وليا جاهلا ما اتخذ الله وليا جاهلا اعرفوا هذا إذا كان الشخص جاهلا بأمور الدين مستحيل أن يكون من الأولياء احفظوا هذا إذا كان الإنسان جاهلا بأمور الدين جاهلا بأمور العقيدة مستحيل أن يكون من أولياء الله تعالى لأن الله تعالى لا يتخذ إنسانا جاهلا وليا إن شاء الله تعالى لجاهل أن يصير وليا يهيئ له الأسباب يتعلم علم الدين الضروري الذي لا بد منه ثم يطبق تطبيقا كاملا بأن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ثم يكثر من نوافل الطاعات فيصير وليا بدون هذا لا يصير بدون هذا لا يحصل أن يصل الشخص للولاية لو كان أبوه وليا لو كان جده وليا لو كان خاله من الصالحين قرابته بالصالحين ليست هي موصلة له لدرجة الولاية لا تصله لدرجة الولاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لو كان جده رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو كان كسلا غير عامل بالشرع يصير وليا يصل للولاية لا لا يصل لا يصل للولاية إلا من تعلم ما فرض الله وأدى الواجبات واجذنب المحرمات وأكثر من نوافل الطاعات نعود لما كنا في صدده ووصلنا إليه من كتاب الصراط المستقيم يقول شيخنا المؤلف رحمه الله وروى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه يعني الإنسان لا يكون من المسلمين لا يكون من المؤمنين حتى يؤمن بالقدر وحتى يعتقد أن الشيء الذي أصابه ما كان إلا ليصيبه بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وأن الشيء الذي أخطأه لم يكن ليصيبه لأن الله شاء شاء الله تعالى أن لا يحصل له هذا فهذا لا يحصل له هذا لابد أن يكون في قلب الإنسان المؤمن الشخص الذي يعتقد خلاف ذلك فعقيدته خلاف القرآن وخلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العالم الله تعالى خلقه كله الله تعالى هو خلق هؤلاء الناس وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق سائر الخلق فهذا العالم كله ملك لله تعالى هو خلقه هو مالكه الله تعالى لا يتوجه إليه أمر من أحد ولا نهي من أحد ليس عليه محكومية لأحد هو الحاكم الذي لا حاكم له وهو الآمر الذي لا آمر له فهو سبحانه وتعالى يتصرف فيما يملك كما يشاء لا يعترض عليه يتصرف فيما يملك كما يشاء لا يعترض عليه ومن اعترض عليه لا يكون مسلما الذي يعترض على الله أو يعترض على الرسول لا يكون مسلما المسلم من شأنه يسلم لله ويسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني الذي لا يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يسلم لله تعالى لا يكون مسلما لا يكون من المسلمين لا يكون من المؤمنين هؤلاء الذين هم في صورة المسلمين في هيئة الأشخاص المسلمين وأسماؤهم أسماء المسلمين ونسبهم إلى المسلمين لكن عقيدتهم على خلاف هذا ليسوا مسلمين ليسوا مؤمنين وكثير من الناس حالهم كذلك بعض الناس ماذا يقولون في بلادنا يقولون كيف الله خلقنا ثم يبتلين بالمصائب والبلايا هذا يكون إلها والعياذ بالله من الكفر حصل من بعضهم أن قال هذا قال كيف قال ما هذه السخافة هيكون إلها ثم يكون خالقا لنا ثم يكون مبتليا لنا بالنكد والبلاء والمصائب يقولون هذا إله والعياذ بالله من الكفر كيف تجيبون على هذا الله تعالى خلق كل شيء الله تعالى مالك كل شيء الله تعالى لا آمر له ولا ناهي له الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء لا يسأل عما يفعل الله خلقنا وله أن يبتلينا بما شاء وليس لنا أن نعترض عليه من اعترض عليه لا يضره إنما يضر نفسه الله تعالى لا أحد ينفعه ولا أحد يضره الله مستغن عن العالمين أليس كان موجودا في الأزل ولم يكن سواه وكان في الأزل مستغنيا عن كل شيء وما زال بعد أن خلق هذا الخلق ما زال كما كان في الأزل مستغنيا عن كل شيء لأن الله لا يتغير غني عن العالمين فهذا الملحد كافر ليس مسلما هذا لو كان يدعي الإسلام وقال هذه الكلمة لا يكون من المسلمين أي إنسان يرد نصا ولو نصا واحدا آية من القرآن أو حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه حديث الرسول ثم رده رفضه اعترض عليه انتقده قال لا أقبله فهذا ليس مسلما لو كان يسمى محمدا لو كان يسمى راتبا لو كان يسمى نابلسيا لو كان يسمى طاها لو كان يسمى سعيدا الاسم لا يغير الحال الشخص الذي يرد نصا من القرآن أو نصا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقد علمه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون مسلما ورد النصوص كفر نحفظوا هذه الجملة القصيرة قال النسفي في عقيدته ورد النصوص كفر ورد النصوص كفر يعني إذا إنسان رد نص الكتاب القرآن أو رد نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر العلماء نصوا على ذلك هذا ليس شيئا جديدا هذا ليس شيئا جديدا نحن أتينا به لا العلماء نصوا على ذلك وهذا متفق عليه ما سبب استغراب بعض الناس لمثل هذه العبارات أنهم جهال ما تعلموا علم الدين فلا يعرفون هذا فيستغربون ويستنكرون بسبب جهلهم إنسان ما له فهم في هذا ما درس علم الدين عند أهل المعرفة يسمع ما يستغربه هو خلاف ما نشأ عليه من الجهل فينكر يستنكر لا يقبل يرفض بسبب جهله الجهل سبب للهلاك الجهل سبب للهلاك يقول شيخنا رحمه الله الجاهل جهله كالسم الجاهل جهله كالسم السم ماذا يفعل بمن يتناوله يهلكه وجهل الجاهل يهلكه هكذا الجهل الجهل مثل السم إذا إنسان أكل السم وكان لا يعرف أنه سم ينضر أم لا ينضر بحسب العادة ينضر إذا إنسان أخذ السم وهو يعلم أنه سم ينضر أم لا ينضر بحسب العادة ينضر فكونه لا يعرف أن هذا سم لا يبعده من الضرر فهذا الجاهل إن عرف أنه على فساد أو لم يعرف بسبب جهله أنه على فساد ضر نفسه بجهله فهذا الجهل كالسم أحد منا يرضى وهو يعلم أن هذا السم أن يأكل هذا السم لا يرضى لنفسه بذلك فكيف يرضى لنفسه بالجهل الذي هو سبب للهلاك الشخص الجاهل يعرف الصلاة الصحيحة من الفاسدة يعرف الصيام الصحيح من الفاسد يعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة الشخص الجاهل لا يعرف قد يرى الحق باطلا والباطل حقا لأنه جاهل ويستحسن ما هو عليه بسبب جهله يستحسن ما هو عليه قال ويقر بالقدر كله يعني لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يقر بالقدر كله يعني حتى يعتقد أن كل ما دخل في الوجود هو بتدبير الله الأزلي سواء كان جرما عينا جسما حجما أو عملا سواء كان هذا العمل خيرا أو شرا كل هذا يدخل في الوجود كل هذا يدخل في الوجود فإذا هو مخلوق من خلقه الله كل هذا يدخل في الوجود فإذا هو داخل بتقدير الله كل هذا يدخل في الوجود فإذا هو داخل بعلم الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى لأن هذا العالم كما قلت هو ملك لله هل يعقل أن يجري في ملك الله ما ليس بإرادته غير معقول مستحيل هل يعقل أن يدخل في هذا الكون في هذا العالم ما ليس بتقدير الله لا مستحيل لا يدخل في الكون إلا ما هو بتقدير الله تعالى هل يعقل أن يدخل شيء في هذا العالم ولا يكون بعلم الله مستحيل كل شيء يحصل بعلم الله وبتقدير الله وبتخليق الله وبمشيئة الله وبتقدير الله من رضي بهذا رضي بما جاء في القرآن والحديث رضي بالعقيدة الصحيحة رضي بعقيدة الأنبياء من لم يرض بهذا رفض القرآن والحديث وعقيدة الأنبياء وخالف العقل السليم فهو هالك ليس بمسلم ما رد ذلك إلى الجهل الذين يقعون في هذا بسبب الجهل يقعون في هذا قلنا الله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إذا واحد سألك وظاهره أنه ينتسب للإسلام كيف يكون الإنسان العاصي مستحقا للعقاب على فعل معصية حصلت منه بعلم الله ومشيئة الله وتقدير الله وتخليق الله ما هو الجواب لهذا الإنسان قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا الإنسان الذي ظاهره أنه يسلم للقرآن يقال له هكذا قال الله تعالى المسلم يسلم لله نحن سلمنا لله لا يسأل عما يفعل ثم انتبه لا يجوز أن تقيس الخالق على المخلوق لا يجوز أن تقيس الخالق على المخلوق من قاس الخالق على المخلوق كفر وهلك وضل وهؤلاء هذه مصيبتهم يقيسون الخالق على المخلوق يقولون كيف يعذب العصاة على المعاصي التي حصلت منهم بتقديره وعلمه ومشيئته وتخليقه يقيسون الخالق على المخلوق المخلوق مخلوق ملك لله تعالى مسؤول لله أن يسأله لله أن يبتليه أما الخالق لا أحد له أن يسأل الله سبحانه وتعالى لا أحد له أن يعترض على الله سبحانه وتعالى لا أحد له أن يسأل الله بالمعنى السؤال الذي ذكرته ليس أن يطلب من الله لا أحد له أن يأمر الله سبحانه وتعالى ولا أحد له أن ينهى الله سبحانه وتعالى كما قلت هو الآمر الذي لا آمر له وهو الناهي الذي لا ناهي له وهو مالك كل شيء ومع ذلك مع كل هذا الذي ذكرت الإنسان له مشيئة وله اختيار لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله وهذا الاختيار تحت مشيئة الله ولا يعلم الغيب إلا الله فالإنسان لا يعلم ما سيكون فيما بعد في المستقبل فهو مأمور أن يعمل بما أمر به ومنهي عن أن يخوض في شيء نهي عنه نهاه الله عنه هو عليه أن يطيع الله عليه أن يبذل وسعه يعمل جهده في طاعة الله تبارك وتعالى فالإنسان يقبل على طاعة الله ولا يكون إلا ما قدر الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له اعملوا وكل ميسر لما خلق له وكل عاقل هذا كلام مهم هذا من جواهر العقيدة كل عاقل يجد فرقا في عمله الذي يكون باختياره وفيما يكون منه بلا اختيار منه كل عاقل يجد فرقا فيما يكون منه باختياره وفيما يكون منه بلا اختيار منه أليس إذا مرض أحدنا تصيبه أحيانا رعشة بغير إرادته يرتج يرتعش بغير إرادته هذا هو له فيه إرادة وجه قصده نحو هذا ثم صار منه لا بغير إرادته يصير وكل واحد منا جميعا الآن كل هؤلاء الحضور الرجال والنساء الصغار والكبار كيف جاء إلى هذا المكان بإرادته وجه إرادته نحو ذلك فخلق الله منه ذلك وما خلقه الخالق هو الله هل أحدنا ما رأيت يعني هل أحدنا روبطه وجيء به مربوطا إلى هنا لا كيف جاء إلى هنا بإرادته بمشيئته الإنسان له مشيئة لكن تحت مشيئة الله قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذا فيه إثبات مشيئة للعبد يعني العبد له مشيئة ما معنى المشيئة الإرادة له إرادة لكن هذه الإرادة ليست مستقلة عن إرادة الله لا إرادة العبد تحت مشيئة الله يعني العبد لا يشاء إلا إذا شاء الله له أن يشاء فتكون مشيئة العبد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى فهي مشيئة حادثة مخلوقة متغيرة لذلك قال بعض الصحابة عرفت الله بنقض العزائم يكون في نية أريد أن أعمل شيئا ثم تتغير يتغير هذا ثم أريد أن أعمل شيئا ثم تتغير فهذا دليل على حدوث هذا العبد لأن الصفة الحادثة إنما تقوم بالحادث ما معنى الحادثة المخلوقة أمس بعد درس أمس أرسل لي واحد من أحبابنا يدرس طلابا من الجامعة الأمريكية أليس قلت سهل العبارات حتى يفهم المستمع قال لي أدرس أناسا من الجامعة الأمريكية لا يعرفون ما معنى كلمة الصفة إذا قلت الصفة لا يعرفون ما معنى إذا قلت صفة مخلوقة لا يفهمون معنى ذلك قال لي فدرستهم بالإنجليزية حتى فاهموا فكثير من العوام لا يفهمون إن قلت مشيئة قد لا يفهم ما معنى مشيئة قل له المشيئة الإرادة ثم فسر له ما معنى الإرادة قد لا يفهم حتى هذا قد لا يفهمه لماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله يعني الناس خاطبوهم بالعبارة التي يفهمونها حتى لا يقع بعض الناس في تكذيب الله والرسول بسبب سوء فهمهم أليس المشبهة المجسمة نفات التوسل أتوا للعوام بذكر آيات من القرآن وبذكر أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام وأوقعوهم في تشبيه الله بخلقه أليس أتوهم من هذا الباب جاءوهم من هذا الباب أولئك العوام لا يفهمون معاني هذه الآيات ولا يفهمون معاني هذه الأحاديث فصاروا يذكرون لهم عقيدة التشبيه ويقولون لهم والدليل على ذلك قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى ليس معناها أن الله جلس الله كان موجودا في الأزل قبل وجود العرش والله لا يتغير بعد أن خلق العرش لم يتغير ما زال كما كان في الأزل لو كان جالسا لكان له أمثال لا تحصى لا تعد ولا تحصى وهو يقول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى فإذا لا يجوز عليه الجلوس ولا القعود ولا الاستقرار فهذه الآيات التي أتوا بها إلى الناس العوام الجهال حتى استجروهم إلى عقيدتهم الفاسدة ليس معانيها كما أوهم الناس وكذلك الأحاديث الرحمن على العرش استوى إخبار عن أن الله خلق العرش وهو قاهر العرش مسيطر على العرش هذا معناه ليس معناه الله قعد الله جلس الله استقر هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى لكن هكذا أتوا للعوام من طريق أزلقوهم فيه في العقيدة الفاسدة قالوا لهم الله في الجهة الفوقانية لأن الله قال أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض الله سبحانه وتعالى كان موجودا قبل وجود السماء ماذا يقال عن وجوده قبل وجود السماوات والأراضين والعرش والكرسي والجنة والنار كان موجودا بلا جهة ولا مكان والله لا يتغير بعد أن خلق الجهات والأماكن لم يزل كما كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان لأن الله ليس حجما لأن الله ليس جسما لأن الله ليس حجما لأن الله ليس جسما هذه المعلومات مترابطة ببعضها إذا إنسان رزقه الله الفهم الصحيح وفهم أن الله خالق كل شيء وأن الله خالق كل الأحجام وكل الأجسام يفهم أن الله ليس حجما ليس جسما الذي له مكان له جهة لا يكون إلا حجما الله خالق الأحجام خالق العسام فإذن هو ليس حجما وليس جسما الحجم هو الذي يكون في مكان هو الذي يكون في جهة إذن النتيجة التي يتوصل إليها الله لا مكان له ولا جهة له يعنيه ليس حجما فهمتم الحجم يشغل حيزا من الفراغ يعني له مكان الحجم الله سبحانه وتعالى هو خالق كل الأحجام وليس مثلها لا يجوز في العقل أن يكون الخالق كشيء من خلقه لماذا؟ لأنه لو كان كشيء من خلقه لم يكن خالقا له هذا الإنسان هل يستطيع أن يخلق إنسانا؟ لا هذا الإنسان هل يستطيع أن يخلق أصبعا واحدا؟ لا هل يستطيع أن يخلق شعرة واحدة؟ لا هل يستطيع أن يخلق عملا واحدا لا هل يستطيع الإنسان أن يخلق حرفا لا لا يستطيع بدليل الشاهد على ذلك الواقع واقع الحال شاهد على ذلك افتح فمك كل إنسان إذا فتح فمه ووجه قصده وإرادته للنطق بالباء لا يستطيع لا يستطيع الإنسان أن ينطق بحرف الباء إلا إذا أطبق شفتيه الله تعالى جعل الإنسان على هذا لا يستطيع أن ينطق بهذا الحرف إلا إذا أطبق شفتيه معناه الإنسان ليس خالقا لحرف وليس خالقا لكلمة وليس خالقا لفعل الخالق هو الله سبحانه وتعالى هذا يدلك على أنك لست خالقا لعملك الذي يقول أنا أخلق أعمالي هذا مشرك هل من خالق غير الله يعني لا خالق إلا الله والله خلقكم وما تعملون قل الله خالق كل شيء وخلق كل شيء هكذا قال الله تعالى فإذا واحد جاء وقال لا أنا أخلق عملي فهذا مشرك كافر يعني ليس مسلما كذب القرآن يقال له الإنسان لو كان خالقا لعمله لعمله أليس كان يستطيع أن يخلق حرف الباء وهو يفتح فاه وهو يفتح فمه لا يستطيع هذا يدله أنه ليس خالقا لشيء من الأشياء أليس الإنسان من إذا مرض يحب الصحة ويتمنى أن يعود صحيحا ويسأل الله الصحة لو كان خالقا لذلك أليس كان يفعل ذلك في نفسه ليس خالقا أليس خرج من بطن أمه لا يستطيع المشيء لا يستطيع المشيء لأنه ليس خالقا لعمله أليس خرج من بطن أمه لا يحسن مضغى الطعام إنما يشرب اللبن الذي جعله الله له سائغا مثد أمه سهلا عليه يتناوله فهو لا يستطيع أن يخلق شيئا ليس خالقا لشيء الخالق هو الله وحده هو خلق كل شيء لما نقول خلق كل شيء ماذا يدخل تحت كلمة شيء الجرم الجسم والعمل ماذا يدخل تحت كلمة العمل الخير والشر كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون الإنسان قد يعمل خيرا وقد يعمل شرا والله خالق ذلك كله لا يوجد استثناء يعني لا يقال الله خلق الخير ولم يخلق الشر لا يقال الله خلق الجسم ولم يخلق العمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه عقائد فاسدة الذين يقولون الله خلق الجسم ولم يخلق العمل أو يقولون الله خلق الخير ولم يخلق الشر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يعني من شر الشيء الذي خلقه الله وفيه شر ليس من شر ما خلق ليس هذا ليس نفيا هذا هذا معناه أنني ألتجأ إلى الله ليحفظني من الشر الذي هو خلقه سبحانه وتعالى لأن الله خالق كل شيء لأن الله خالق كل شيء أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض الإنسان الذي يقول أنا أؤمن ببعض ولا أؤمن ببعض لا يكون من المسلمين وروا أيضا أي البيهقي بالإسناد الصحيح أن عمر ابن الخطاب كان بالجابية وهي أرض من الشام بر الشام هذه الناحية الواسعة لبنان والأردن وسوريا وفلسطين كل هذا يقال عنه شام فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال هذا توحيد الذي يقوله عمر توحيد من يهدي الله فلا مضل له معناه الله تعالى بيده ذلك إذا هدى إنسانا لا أحد يضله ومن يضلل فلا هادي له إذا أضل إنسانا لا أحد يستطيع أن يهديه كائنا من كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يحب لأبيه الخير أبوه كان على عبادة الأصنام كان مشركا ودعاه للخير لكنه أبى ورفضك يحب له الخير لكن الذي يخلق الهداية في قلب من شاء هو الله سبحانه وتعالى كذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أليس كان يحب الخير لأبي لهب أليس كان يحب الخير لأبي طالب هل استجابا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا أبو لهب معروف أنه لما نزلت الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين دعاهم دعا عشيرته الأقربين ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام كما أمر فقال أبو لهب تبا لك أليهذا جمعتنا يعني سب الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه السورة تبت يداء بي لهب وتب فهو ما رضيه الرسول كان يحب له الخير لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ما معنى من أحببت يعني من أحببت له الهداية مع هذا مع كل هذا الذي نذكره بعض الجهالي ماذا يقولون يقولون لا تقرأوا السورة التي فيها تبت يداء أبي لهب وتب يقولون هذه السورة فيها ذم لأبي لهب وأبو لهب عم الرسول ويقولون يفترون على الرسول يقولون الرسول قال لا تؤذوني في أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه السورة نزلت على الرسول بالوحي وتلاها رسول الله وما زالت تتلى وهي من القرآن الكريم كيف يفترون على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ما هذه السخافة أن يصدق شخص هذا الكلام يقولون لا تقرأوا هذه السورة لأن فيها ذم لعم الرسول صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن أنزلت على رسول الله بلغ الرسول ذلك وما زال المسلمون يقرؤونها وقراءتها فيها تقرب إلى الله تبارك وتعالى لكن أحكي لكم هذا لتحذروا من سخف الكلام الذي يجري على ألسنة بعض الناس ثم بعض الناس من الجهل يصدقون مثل هذا أليس انتشر بين كثير من مدعي التصوف أن أبا لهب يخفف عنه العذاب في يوم الاثنين يقولون يخفف عنه في يوم الاثنين الكفار لا يخفف عنهم العذاب قال الله تعالى وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ليس عليهم تخفيف فاعتقى هل فرح بولادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه سيكون نبي آخر الزمان لا على أي وجه كان فرحه لأن أخاه ولد له مولود جاءه مولود هذا هو ليس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد وهو يعلم أنه سيكون نبي آخر الزمان ففعل هذا على هذا الوجه فما يحكى من أنه يخفف عنه كل اثنين أو أنه يسقى كل اثنين ماء فهذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح وهو مخالف للشرع وكان عنده يعني عند سيدنا عمر لما قال هذا الكلام من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وكان عنده كافر من كفار العجم من أهل الذمة يعني الذين كان بينهم وبين سيدنا عمر عقد الذمة فقال بلغته يعني باللغة التي ليست عربية لا يعرفها عمر رضي الله عنه قال إن الله لا يضل أحدا وهذا كفر الذي يقول إن الله لا يضل أحدا هذا كفر فقال عمر للترجمان يعني الذي يعرف هذه اللغة ويترجم للعربية ماذا يقول يعني ماذا يقول هذا الذمي قال إنه يقول إن الله لا يضل أحدا فقال عمر كذبت يا عدو الله كذبت يا عدو الله ولولا أنك من أهل الذمة لضربت عنوقك لأنه من أهل الذمة لا يقتل هو أضلك يعني الله تعالى هو الذي جعلك ضالا هذا صريح هذا صريح من سيدنا عمر أن الله خالق الضلالة في قلب من شاء من أهل الضلال وهذه عقيدة سيدنا محمد من أين تعلم عمر هذه العقيدة؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه عقيدة كل الأنبياء قال هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء لأنه لا يعلم عاقبته من أجل هذا قال إن شاء يعني إن شاء الله لك أن تموت على هذه العقيدة الفاسدة على الكفر الله يدخلك النار وتكون خالدا في جهنم لذلك استعمل هنا وهو يدخلك النار إن شاء ليس على معنى الشك هل إذا مات كافرا هل يدخله الله جهنم أم لا؟ لا على معنى التفويض إلى الله أن الله يعلم عاقبتك فإن مت على هذه العقيدة الفاسدة على ما أنت عليه من الكفر فأنت لا شك داخل النار كما أخبر الله وأنت خالد في جهنم هذا كلام سيدنا عمر وهذه الجمل التي قالها في العقيدة ولا بد أنه أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه عقيدة الرسول ومن كان على عقيدة تخالف عقيدة الرسول فليس مسلما مثل محمد راتب بن نابلسي الذي قال ما تعمله أيها الإنسان بإرادتك قال هذا ليس بتقدير الله ليس بقضاء الله هذا ضد القرآن وضد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نحن يلزمنا أن نحذر من أهل الضلال بعض الناس لا يعجبهم ذلك أعجبهم أو لم يعجبهم نحن مأمرون بذلك ترك التحذير من أهل الضلال خطر وهذا واجب لازم يعني ليس للشخص أن يقول إن شئت أفعال وإن شئت لا أفعال لازم واجب ضروري أمر مؤكد كلكم أظن يعلم أنه لو كان بايع لحم في هذا الشارع في برج أبي حيدر يبيع الناس لحم الحمير بدل لحم الغنم ولحم البقر أنه لا يسكت عنه ولا يرضى أحد مننا أن يسكت عنه يقول للناس يا جماعة انتبهوا يوجد جزار لحام هنا في هذا الشارع لا يبيع الغنم ولا البقر إنما يبيع لحم الحمير كل الناس يستحسنون إذا حذرتهم ويقولون بارك الله فيك عندك نخوة عندك شهامة حذرتنا من أن نأكل لحم الحمير حذرتنا من هذا الغشاش حذرتنا من هذا الكذا وكذا يؤيدونك لكن إن حذرت من أهل الضلال كثير من الجهال يقولون لماذا تتكلمون عن هذا وعن هذا الجواب لا يجوز السكوت عن هؤلاء هذا أولى وأوجب وأوكد من التحذير من الغشاش في اللحم والقمح والثياب ونحو ذلك هذا أولى وأوكد وأهم وأفرض أوجب من ذاك ذاك إن ضرك ضرك في جسمك إن أكلت لحم الحمار مثلا وأنت لا تعلم قد ينضر جسمك لأنك ما علمت بهذا قد يحصل لك ضرر في جسمك وقد أكلته أما الذي يغش الناس في الدين باسم الدين يغش الناس في الدين باسم الدين يعني هو ليس من الكفار المعلنين مفهوم ليس كافرا معلنا أنه يظهر بمظهر من يعلم الناس الدين يظهر للناس بمظهر من يعلم الناس الدين فشره مستطير وكبير وخطره فضيع شنيع لأن الناس يسمعون له يقولون هذا دكتور هذا الشيخ يعني كنت في مصر كنت ذاهبا من القاهرة إلى إلى البدوي إلى الشيخ أحمد البدوي إلى طنطة فوقفت في الطريق لأشتري دواء في مصر في تلك النواحي واحد في الصيدلية هذه يضع شاشة ويضع محمد راتب نابولوسي ويسمع له قلت له هذا لا يجوز أن تسمع له قال ليه يعني فيه فقلت له بعض ما يقول فقبل والحمد لله هذا الرجل قل لمن يقبلون في هذه الأيام لكن الله يهدي من يشاء فلا يجوز السكوت عنه ولا عن أمثاله التحذير من أهل الضلال فرض ولو استنكر ذلك الجهال الحكم الشرعي لا يتغير أليس علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشخص يبيع الطعام أي القمح فوضع يده فيه عليه الصلاة والسلام فوجد فيه بللا الناس لا تعرف أن فيه بللا فقال الرسول ما هذا يا صاحب الطعام يعني كيف تفعل هذا يكون في القمح بل الناس لا ترضى بهذا إذا أرادوا الشراء قال أصابته السماء يا رسول الله يعني نزل عليه المطر أصابه المطر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا ليس منا يعني إن كنت تقول ما تقول أصابته السماء اجعله فوق الذي يظهر للناس حتى يرى الناس إن أعجبهم ذلك يشترونه وإن لم يعجبهم يعرضون عنه من غشنا ليس منا من غشنا ليس على طريقتنا ليس على نهجنا ليس من الكاملين يكون من أهل المعصية الكبيرة هذا بأي شيء يكلمه الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر الطعام فكيف في أمر الدين نترك الذين يسعون في الأرض فسادا يكفرون الناس يقعون الناس في الكفر يجرون الناس إلى الكفر ونسكت عنهم لا يجوز السكوت عن هؤلاء لا يجوز بعض الجهال ماذا يقولون ما لك ولهم أنت في بيتك وهم في شأنهم تركهم يقولون لك الله يحاسبهم أنت لا تحاسب الله هو الذي يحاسب الله يحاسب الجميع لكن الرسول سكت عن المنكرات لا والله يحاسب الجميع والرسول ما سكت سيدنا عمر سكت لا أبو بكر سكت لا علي سكت لا الإمام الشافعي سكت لا أبو حنيفة سكت لا الأئمة سكت لا ما سكت عن المنكرات والله يحاسب الجميع لماذا؟ لأن هذا فرض مؤكد واجب سيدنا أبو بكر في زمانه رضي الله عنه قال إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يقول في ذلك الوقت يا أحبابنا اسمعوا في ذلك الوقت يقول إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها الآن صار أكثر وأكثر وأكثر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ما معناها؟ يعني الإنسان المسلم إذا أمر بالمعروف كما يجب ونهى عن المنكر كما يجب ليس عليه ضرر من الذين يخالفون شرع الله بعد أن أدى الواجب الذي عليه هذا معنى الآية ليس معناها قعدوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس عليكم ضرر لا الآية لا تتناقضوا مع الآيات الأخرى هذه الآية ولا تتناقضوا مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مر بالمعروف وانهى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العام كلام الرسول يتوافق مع القرآن الكريم مر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم إذا صار الأمر إلى هذا الذي هو في كثير من الأزمان صار أن كثيرا من الناس لا يقبلون يعجبون بآرائهم يعرضون عن الحق لا يقبلون الحق أنت لا يضرك عند الله وقد أديت ما فرض الله عليك ضلال أولئك ومخالفة أولئك لشرع الله قال سيدنا أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب إن الناس انظروا يروي هذا الحديث في ذلك الوقت إذا رأوا المنكر فلم يغيروه كحال أكثر الناس اليوم أوشك أن يعمهم الله بعقاب يأتي ينزل عذاب يعم الكل بسبب هذا البلاء بسبب هذه المصيبة وهي ترك إنكار المنكر وأكثر الناس الآن لا ينكرون المنكر بل ينكرون على من ينكر المنكر واحد من أحبابنا الدكاترة قال لشيخنا رحمه الله كنت في الحج أثناء الطواف رأيت امرأة تطوف وقد كشفت عنقها إن كشف شيء من رقبتها فقلت لها يا حاجة لا يمشي هكذا استري رقبتك استريها غطيها فقالت لا بيمشي الحال هون شوب قالت له لا بيمشي الحال يعني يمشي الحال أن تكون رقبتي مكشوفة لأنه حر فقال لها لا لا يمشي لو حر يجب في الطواف ستر العورة كما في الصلاة تستر العورة أثناء الطواف فقالت له شو الظاهر أنت حبشي لأنه أصر على إنكار المنكر وأصر على محبة الخير لها هو ماذا يريد منها يريد منها أن تحسن العمل بدل هذا الذي تعمله فقال له الشيخ عبد الله بعد أن روى له هذا قال له لك الشرف هذا ليس عيبا أن تنسب إلى شيخ من العلماء من أهل السنة والجماعة لأنك ظهرت بهذا المظهر الحسن وهو أنك أنكرت هذا المنكر وأردت لها خيراً يعني يا أحبابنا إذا إنسان رأى شخصاً لا يعرفه وليس بينه وبينه لا قرابة ولا صحبة يسهل عليه أن يدخل عليه للكلام في مثل هذا من حيث قبول النفس لا يسهل عليه هو هذا الدكتور الله يجزيه خيراً خالف نفسه وقهارها حتى كلم هذه المرأة لأن كثيراً من الناس يعارضون عمل خيراً جزاه الله خيراً فقالت له الظاهر أنك حبشي إذا كان الإنسان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر بجد بحق على حسب الشريعة هذا يمدح ولا يذم يمدح على ذلك ويشكر ويثنى عليه ولا يذم لكن أكثر الناس كما قلت لكم جهال مبتعدون من علم الدين سألهم في أي قناة المسلسل الفلاني يقولون لك سألهم من بطولة من يسردون لك سرداً عجيباً أما إذا سألتهم عن حديث لا يكملونه ومن رواه قد يقول قائل بالأولى لا يعرفون أما في هذه الأمور في الأفلام والمسلسلات والأكل والسيارات عندهم خبرة وعندهم انطلاق في هذا لأنهم في الغالب أعرضوا عما ينفعهم لقبورهم وآخرتهم وأقبلوا على ما لهم فيه متعة ولذة في هذه الدنيا الفانية أليس مما تعلمتم أن المرأة المؤمن الذي عنده فهم سليم صحيح هو الذي يكون يومه خيراً من أمسه وغده خيراً من يومه هذا المؤمن العاقل الذي رزقه الله الفهم الصحيح يسعى ليكون يومه خيراً من أمسه وليكون غده أحسن من يومه الذي هو فيه حتى يلقى الله تعالى أي حتى يموت يعني على حال حسن وروا الحافظ أبو نعيم أبو نعيم عن ابن أخي الزهري عن عمه الزهري أن عمر بن الخطاب كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة الذي هو من الشعراء المشهورين عند العرب كان شاعراً مشهوراً قوياً يعني في الشعر بعد أن أسلم ترك الاشتغال بالشعر إلا بعض الأبيات كهذه الأبيات وبعض الكلمات التي يعني الأشعار التي ألفها لأن فيها فائدة فيها موعظة فيها فائدة فكان يقول مثل هذه الأشعار كقوله الحمد لله أن لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالاً يعني يحمد الله أنه ما جاء أجله حتى دخل في الإسلام يحمد الله تعالى أنه ما جاءه الأجل حتى دخل في الإسلام من أراد الله به خيراً يميته على الإسلام هذا الذي أراد الله به خيراً من أراد الله به خيراً يفقه في الدين عند العوام الجهال عندهم ماذا يقولون عن الشخص الذي على زعمهم أحبه الله والذي يأتيه المال الكثير أو تتسهل أموره في الدنيا أو يكون عنده منازل وما يشتهي فيقول العوام الجهال يقولون هذا يحبه الله الذي يحبه الله هو العبد المؤمن التقي الصالح هذا الذي يحبه الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب وفي رواية لهذا الحديث إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب فرعون كان عنده مال لا يحبه الله سليمان عليه السلام كان عنده مال ويحبه الله فرعون كان عنده مال كثير لا يحبه الله كان عدواً لله فرعون فإذا إنسان عنده مال ليس علامة محبة الله له إذا إنسان كان من الفقراء ليس علامة الخذلان عند الله العبرة بالتقوى إذا كان مؤمنا تقيا عنده مال أو ليس عنده مال فهو محبوب لله رب العالمين هذا حبيب الله الإنسان المؤمن التقي هذا يقال عنه حبيب الله محبوب عند الله الله يحبه الله راض عنه إذا إنسان كان كافرا عنده مال أو ليس عنده مال الله تعالى لا يحبه كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة التي منها هذه الأبيات إن تقوى ربنا خير نفل قبل هذا في السنة الماضية قلت لكم احفظوا هذه الأبيات كان شيخنا رضي الله عنه يحب أن تحفظ هذه الأبيات لما فيها من التوحيد والتسليم لله إن تقوى ربنا خير نفل النفل معناه الشيء الذي يعطاه الإنسان يقال عنه نفل إن تقوى ربنا خير نفل خير ما يعطاه الإنسان خير ما يعطاه الإنسان هو التقوى هي خير من كل مال الدنيا إذا كان الإنسان تقيا فقيرا لا يضره عند الله أن يكون فقيرا مع التقوى بعض الناس يوسوس لهم الشيطان أن أنتم من المسلمين لما ليس عندكم مال لما تمرضون كثيرا لما يصيبكم كذا من البلاء لما يهاجمكم هؤلاء لما كذا لما كذا لما كذا فليذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه هذا حديث صحيح ثابت عن الرسول يعني الذي أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه كثيرا فإذا مرضت اذكر هذا في نفسك قل الحمد لله أنا مسلم ثابت على الإيمان والله ابتلاني الحمد لله على ذلك إن كنت تقيا رفع درجات إن كنت عاصيا تكفير للخطايا فأنت مستفيد المسلم إذا نزل به البلاء في أمور الدنيا في الصحة في عفيته في ماله تسلط عليه إنسان أخذ ماله فليحمد الله لا تقول كما يقول الجهال ما بنا لما تنزل بنا كل هذه المصائب بعض الناس قد يصلون إلى الاعتراض على الله انتبهوا من هذا وبإذن الله ريثي وعجل يعني بمشيئة الله وتقدير الله إن كنت أعجل وإن كنت أبطئ الذي يبطئ بمشيئة الله بتقدير الله يبطئ الذي يعجل بمشيئة الله بتقدير الله يعجل أحمد الله فلا ند له أنا أشكر الله تعالى وهو لا مثل له الند معناه المثل أحمد الله فلا ند له بيديه الخير ما شاء فعل أي بيديه الخير والشر وسيأتي في الشرح أن هذا من باب الاكتفاء يكتفى بذكر شيء عن ضده من باب الاكتفاء هذا أسلوب من أساليب البلاغة بيديه الخير أي والشر هو مالك كل شيء سبحانه وتعالى ما شاء فعل ما أراد الله يكون وهذا لا يتغير يعني إذا إنسان وقعت به مصيبة حصل له مرض ذهب ماله مات ولده ماتت زوجته ماتت أمه فما صبر على هذا واعترض على الله تعالى كفر يعني هل هذا يغير ما قد حصل لا وإذا صبر وشكر وحمد الله تعالى وثبت على طاعة الله وثبت على الإيمان فائز يكون من الفائزين ثوابه الصبر جزاؤه الجنة الاعتراض على الله كفر الصبر ثوابه جزاؤه الجنة الذي يصبر ثوابه الجنة وإن اعترض على الله وإن عصى الله لا يتغير ما حصل قد حصل لن يتغير هذا الذي حصل ما هو حصل لا يتغير من هداه أي الله سبل الخير اهتدى أي كان مهتديا بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله ناعم البال أي مطمئن البال ومن شاء أضل أي من شاء الله له الضلالة يكون ضالا يكون ضالا بإرادته بمشيئة الله سبحانه وتعالى غدا إن شاء الله نكمل في شرح هذا تحتاج إلى شرح واسع بإذن الله تبارك وتعالى وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين